أغلى خمس لعيبة في مصر وبوركينة أغلى خمس لعيبة معنا برضو جرافيك لو نستعرضها طبعا بالنسبة لمنتخب مصر محمد صلاح 55 مليون يورو كمتو التسوية دلوقتي 55 مليون يورو رقم 2 مصطفى محمد نانت الفرنسي 10 مليون يورو محمود توريزيجيه في ترابزون سبوري التركي 8.5 مليون يورو أحمد سيد زيزو في الزمالك 4.5 مليون يورو محمد عبد المنعم في الأهلي 3 مليون يورو بعد كده على فكرة أمام عشور برضو 2.5 مليون يورو دول الأغلى أبرز ما يميز هذا الفريق لسه بوركينة فاسو بوركينة زي ما كريم قال مدافع بارل فاركوزينة كريم إدموند تباسوبة 45 مليون يورو رقم 2 دانجو وطارة اللي هو الجناح اللي بيلعب في برنموس الإنجليزي 20 مليون يورو على فكرة هو المدرب الجديد لما جاء هو أهم ميزة عندهم السرعات وأنهم بيعتمد على الصغار في السن أكتر صحيح عندهم سرعات عندهم كوا بدنية قدام بقى لسينة تراوري ده على فكرة بيلعب في شخطار وده مفجأة يعني ممكن بكرة يبدأ أساسي مكان محمد كونتيه الناس كلها متوقع محمد كونتيه اللي بيلعب في أخمات الروسي اللي هو قيمته التسوية 2.5 لا ممكن بكرة بنسبة كبيرة لأن المباراة الودية الأخيرة اللي شفتها المنتخب بوركينة بادئ بلاسينة تراوري اللي هو المهاجم اللي قيمته التسوية 6 مليون يورو اللي هو رقم 3 بعد كده أدوما ده اللي بيلعب في الديلمارك ده المدافع التاني على فكرة الاتنين المساكين قيمتهم التسوية كبيرة 1.45 مليون يورو 1.6 مليون يورو فالاتنين المساكين كويسين عندهم وطارة في بورنموس الجناح عندهم لسينة تراوري الاتنين الفراودة لسينة تراوري بيلعب في شخطار الأوكراني 6 مليون يورو محمد كوناتي بيلعب في أخماتر الروسي 2.5 مليون يورو ده مهاجم عكس لسينة لسينة سريع محمد كوناتي مهاجم محطة بيمتز بضربات الراس مهاجم برضو كويس جدا فأنت بتتكلم لا بكرة عندك منتخب على فكرة هم مظروفهم متشابهة يعني هم كان عندهم الأول في لود اللي هو كان مسكهم في كاس الأم الأفريقية وغيروا المدرب إحنا برضو كان عندنا مدرب تاني ومسك الكابتن حسام حسن فدي تعتبر أول مباررة رسمية للاتنين المديرين الفنيين فدي برضو ممكن نوعا ما تخلي الكابتن حسام لسه مش عارف يزاكر الفرق أوي لأنه هو أكيد هيغير عكس المدرب اللي فات المدرب اللي فات كان بلعب 4-3-3 كريم إلي إلي إليك من الفريق من منتخب يعني بوركين من بوركين أفوج التظري في حالة اعتمادنا على الضغط العالي سلوات طبعا محمد كوناتي لعيب مميز جدا أكيد إحنا مستفدين إن بيرتن تراوري ما بيلعبش في هذه المبرارة ولم يتم استدعائه للقايمة بس أكيد منتخب وبلاد التوريب بلاد التوريب في خط الوسط لعيب مميز للغاية وعنده فيجن بيقرأ الملعب بشكل مميز جدا 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 وممكن يوصل كوناتيب بسهولة فلازم ناخد بالنا ولازم ناخد بالنا جدا جدا وإحنا بنضغط عليهم ضغطة عالية عشان ما يتمش مهاجمتنا في الهجمات المتدعمة الأوراق البديلة منتخب مصر الأوراق البديلة اللي ممكن تبقى على الدكة ممكن مصطفى فاتحي واحد من الأوراق كويسة وإبراهيم عادل وإبراهيم عادل نفس الكلام الاتنين أجنحة كويسة جدا ومحمد شريف ثلاثة دول هايلين ولو أنت احتاجت الدافع وتأمن عندك واحد زي حمدي فاتحي تقدر إن حمدي فاتحي أو أكرم توفي لو ما بدأش عموما هي مباراة الكل ينتظرها مباراة واحدة من المباريات المهمة لمنتخبنا الوطني أمام منتخب بوركينا في التصفات المؤهلة لكأس العالم 2026 تأوأشري